السلام و اشتركوا و اشتركوا و اشتركوا و اشتركوا و اشتركوا فيديو جديد و فيديو جدا اسطوري و من سلسلة افكار و تجارب قبل بداية الفيديو اشكركم على الاف مشاهد في الفيديو الماضي اللي جمعت فيه افضل افضل شكيلة يمكن تسويها في عشر دقائق من اللعب في فانبال و الان رح ننطلق و نشوف كيف تبني تشكيله اسطورية 300 مليون كوينز فقط اللي عندها 300 مليون كوينز وهذا و توها بدا الحساب رح نشوف الان وش رح تجيب لعبين و اخر لعب رح يكون افر 96 بمعنى بمعنى ان اللاعب الافر الاساسي اخر واحد رح يكون 96 و يمكن نطور و يمكن ما نطور على حسب الاموال اللي عندنا فنبدأ بالحراسة طبعا حراسة اول شيء نسيت قولكم لايك اشتركوا و شكرا الفيديو مع اصدقائكم و نبدأ الان حاصلة المرمى عندنا اوني سيمون طبعا رح نشتري نسخة ال 31 مليون هذا اول شيء عندنا ثاني شيء عندنا مركز الظاهير الايمن اوني سيمون جدا اصدر على الفكرة شربتها من قبل في الظاهير عندنا عندنا عدد قديره يمكن نجيب هذا الظاهير و نعطيه 30 مليون كوينز بسمه في نسخ نبحث عن الظاهير في نسخ ثاني شيء عندنا هذا الظاهير ب 38 مليون كوينز مثل ما قلت لكم هذا ايضا ضاهير جميل و جدا رائع في مركز الظاهير اليسار عندنا هذا الظاهير اللي هو يمكن ما تعرفون الظاهير في حقيقة لكن هم جدا اصدرين كطاقات و كلعب عندنا قلوب الدفاع الاثنين رح يكون ايضا من اليورو تقلب كل بطاقات يورو عندنا قلوب الدفاع وين 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 و عندنا اندري اسكر سنسان جزائي صراحة بطاقة جدا جهنمية عجبتني رح نطلبه على بين ما يأتي و عندنا قلب الدفاع الثاني و اللي هو يمكن اربان يمكن اي واحد فابيان شير نجيب فابيان شير لكن نسخة جيدة على الاقل قلب الدفاع الثاني اللي هو اربان قلب الدفاع المجر عندنا ايضا الان انتهينا من الدفاع اربعة ثلاثة 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 محافظة عشي يكون في متعة و كده عندنا المحور اللي هو المحور الاسطوري عندنا اونانا نجيبها بثلاثة عشر مليون كوينز على ما اتقد او نجيب محور اخر شوف جورجينيو اذا كويس ولا لا جورجينيو احنا بعد ما شفت عدة محاور و استرشرت بصديقي خبير ايضا في فيفا قال لي الشيري هوي بيرغ عندنا المحاور طبعا المحاور الواسط ليس المحور الدفاعي عندنا وين وعندنا كريسيان ايريكسن اللي راح نجيبه بثلاثة عشر مليون كوينز وينها او نشوف محور اخر المهم انه يكون ثلاثة عشر مليون كوينز ليس صافيتش صافيتش ميلينكوفيتش ولا اجيب صافيتش يلا عندنا صافيتش وعندنا زيلنسكي يا السلام راح نجيب زيلنسكي النسخة العادية بما اننا ما راح ننتظر كثير والجناح اليسر راح يكون مين يا السلام راح يكون راح يكون راح يكون جواو فيليكس باربعين مليون ويتبقى المهاجم فقط واللي هو راح تشوفوه انا ايضا صدمت منه بعد ما شربته في كذا حساب واللي هو ليس الفارو انه هو الفارو مرطة لكن الفارو مرطة النسخة وين النسخة هادي النسخة والله هنا جدا اصطوري جدا جدا اصطوري 24 مليون ليست خسارة هي المجموع راح يكون اكثر من 300 كونز بشوي لكن نضبرو شوي كونز زيادة فمثل ما تشوفو الرسميا اكتمت التشكيله كلها من اليورو و الا واحد فكلفتنا هادي التشكيله 300 مليون كونز 300 مليون كونز 300 مليون كونز راح نسمح فيها يمكن لو احد اسوأ اصلا اخر واحد يمكن يلاعب 300 مليون كونز 200 مليون كونز يجيبها يمكن يطلع له لاعب , اذا تطلع لك لعب لاعب مثل 300 مليون كونز تشري هادي التشكيله احسن لك فالحارس وين الحارس وين الحارس اوناي السيمون في حراسة المرمى عدي هنا في مركز الظاهر الظاهر بي كاريك والظاهر الاخر و اللي هو هذا جانزة يا السلام و عندنا قلوب الدفاع أندرياس كريستنسون تقريبا الدفاع هو أقوى شيء في تشكيلة وعندنا أوربان أسوأ واحد في الدفاع 97 بما فيهم الحارس أما المراكز متقدمة تكون شوية غالية فلذلك شاين نلاعبين عاديين مش مو عاديين لكن على حسب الكونز لي معنا عندنا الوسط زيلنسكي وإلى الجانبه سيرجي صافيش ميلينكوفيش والمحور هو هوي بيرك الجناح اللي أصار طبعا جوا فيليكس والجناح اليمين اللي هو ديمبسي والمهاجم الفارو موراطا فمتل ما تشوفون رح تشوفون أوفر النهائي أوفر 98 300 مليون كوينز جيب لك أوفر 98 صراحة هي فكرة جيدة وجدا أسطورية بالنسبة مقاننة بالسعر وإلى آخره فكذا هي التشكيلة عندنا كريستنسن عندنا الدفاع جدا أسطوري لوسط كله أربع مهارات تقريبا إلا المحورة لما أعتقد الأجنحة جدا أسطورية والمهاجم كثير ظالمينة لكن سيكون جدا أسطوري في الملعب ننطلق الآن مبارتين هجوم تنفسي أو تلت مباراة فهي بنا أنطلقنا إلى هجوم تنفسي فمثل ما تشوفون هدية تشكيلتنا 300 مليون كوينز والتشكيلة الخصم عندها عدة لعبين أيضا فبسم الله الرحمن الرحيم الكرة تبدأ من أقدام الجواو فليكس فليكس موراتة ألفارو 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 الهداف ألفارو الهداف والهدف الأول فرصة رائعة من الجواو وفي شوية لائق أعتذر إذا فيك شوية لق ففيديو وما أدري لكن عندي لائق في اللعبة جواو فيليكس من جديد والثالث 30 دد الخصم ألفارو و هناك بسotonنا الآن نسخة المرابعة مع أنه وقمت بس هذا جحنز ضاهير ضاهيرنا حتى الظاهير يمكن يسجل حتى الظاهيركم يمكن يسجل 5 1 زيلانسكي بالعرضية ومراطة بالرقسية والستة تقريبا لا ضيعنا ولا هجمة فيا رب يا رب ما نضيع قلت الآن يارب ما نضيع سبعة تنين ضد الخصم في الهجوم جدا اسطوري والوسط مني كوفيت سوفيتس 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 طاعت اول هجمة تضيع من السيرجي مني كوفيتس حتى ممو منهجم عندنا جواو 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 يا جواو وواو يا جواو عندنا جواو من جديد جواو فيليكس والهدف جواو في ديكس والهدف عندنا المهاجم يوزع والهدف 10 أربعة ضد الخصم جواو الفارو 11 أربعة انتهت المباراة تبقى المباراة الثانية والآن طلقت المباراة الثانية لأخيرا رح أوريكم أيضا شيء بعد الفيديو والآن ننطلق ضد الخصم هذا الخصم مختلف فوق تقريبا كل بطاقات لأورو كوبا أمريكا واحد جواو فيليكس دائما المباراة تنظر قدامك جواو لا الفارو الفارو والهدف الفارو المظلوم والهدف جواو 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 في العرضة أنا أعشق الأهدف لتضرب العرضة وتدخل حتى في الحقيقة أعشق الأهدف أفضل أن يدخل الهدف بعد العرضة على بل ما يدخل الهدف عادي شمايكل يتصدى كرة ترجعي لديمسي بسيحين نخسر يا رب ما نخسر عشان ما نتفشل في الفيديو عندك بكاريك مراطع الفارو والهدف الفارو مراطع والهدف عندنا الآن الفارو من جديد ما راح نمرر لك يا جواو يا ليتني مررت يا ليتني مررت فجواو في ليك سترجع وضعت بكاريك 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 لا الفارو ضاعتي الفارو ضاعتي الفارو جواو 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 فوق المرمى جواو ضيعنا كثير المبارات جواو الفارو والهدف جواو الفارو والهدف مراطع والهدف الفارو مراطع والهدف تبقت فقط 15 تانية قيبا التهجمات جواو فريكس والهدف جواو الفريكس والهدف مراطع مراطع العب ميلان الجديد فوق المرمى على طول ما قلت ميلان ضيح الفارو 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 لترجع لعادتك وإلى هنا سيدة السادة الكرامي كنت في الفيديو اليوم في الفيديو القادم رح أوريكم الشيء كتبها أوريه لكم لكن قلت أجلة لدسوا اللايك طبعا الشراك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وطبعا اكتبوا لي أفكاركم في التعليقات نلتقى في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم في فيديو قادم